نظام علي عبدالله صالح بشكل كامل ونهائي توكل كرمان اسم سيرطبط بتاريخ اليمن ويزاحم الملكتين بلقيس واروى عليه ويعبد لفعل النساء في الشأن العام سبيلا ما كان يوما مطروقا ولا استيروا فيه سهلا استجمعت توكل ما في اسمها من المعاني ثم اختارت وعر الطريق الى اكثر ابواب التاريخ استحصاء على الفتح باب الثورة والتغيير ربما كانت حياتها ستمضي هنية رضية بما اتيح لها من تعليم في كنف اسرة والدها القانوني والسياسي عبدالسلام كرمان ومن بعده في رفقة زوجها محمد اسماعيل النهمي فان تحصل فتاة يمنية على شهادة جامعية ثم تدعها بدرجة الماجستير في العلوم السياسية فضلا عن دراسات اخرى في الصحافة ليس باليسير في بلد كاليمن شحيح الموارد شحيح الوعود لكن توقل كرمان بدت وكأن قدرا اختارها لقدر دخلت كرمان الى ساحات العمل السياسي من باب اصلاح ما رأته فسادا ينتظم الحياة كلها فجعلت من قضية حقوق الانسان في معانيها الواسعة انشغالها الدائل فوقفت ضد الفساد المالي والاداري وقمع الحريات لكن ما بدى مظاهر متفرقة لترد الحياة اليمنية سرعان ما اتخذ عنوانا واحدا لتوكل ولجيل الشباب الذي تنتمي اليه انه فساد الحكم الذي ما تزوج بغفلة الشعوب عن حقها حتى اخرج للناس نسلا من المشكلات العويصات لا تزال تمحط بالبلاد من سوء الى سوء ومن ازمة الى اخرى لم تطل توكل التأمل كثيرا في حاجة الحياة اليمنية الى التغيير فدعت باكرا الى رحيل الرئيس علي عبدالله صالح وهو شعور استولى على جيلها فكان انطلاق الثورة السلمية في الثالث من فبراير من هذا العام كان التوكل هناك في الطرقات وفي الساحات تقود المظاهرات وتخاطب الحشود الكبيرة في صنعا في شجاعة قل نظيرها يتم اعتقالها فلا يثنيها ذلك عن غايتها ويعتقل اخوها وتهدد بالقتل فما تهن عزيمتها ثم تستبيح قوات الامن دارها فتعبث بها فلا يزيدها ذلك الا ايمانا بقضيتها لقد اصبح التوكل عنوانا لليمن الجديد ولذلك لم يكن مستقربا ان تختارها مجلة التايم الامريكية في المرتبة الاولى لاكثر النساء ثورية في التاريخ وتم تصنيفها ضمن اقوى خمسمائة شخصية على مستوى العالم وباعلان لجنة جائزة نوبل عن فوزها بجائزتها للسلام لهذا العام تكون التوكل قد استوفت او كاد حقها من الاعتراف هذا انتصار عظيم للثورة اليمنية لثورات الربيع العربي بكلها انا بقيدة لاشوف نضالة الشعب اليمني لم تذهب هدر لكن اثر توكل الاكبر في مناخ الربيع العربي وثوراته المتربصة بقديم الانظمة سيكون بالغا وبعيد الاثر اوله في بلدها فالاعتراف بعظيم عملها هو ادانة وفتح لنظام حكم الرئيس صالح الذي تقف ضده وهو اقرار بانها تقف في الجانب المشرق من التاريخ ولا شك ان تكريم توكل سيمد الثورة الشعبية السلمية بمدد جديد من العزم وستجد النساء اليمنيات في ساحات الثورة والتغيير في تكريم توكل تكريما لهم اما المعنى الاشمل لفوز توكل بجائزة نوفل للسلام فهو ما قد يؤذن به من خلقلة للبنى الاجتماعية التي اعطت الرجال الحق الحصرية في الاستبداد بصناعة الحياة والانفراد بفعل السياسة حتى جاءت توكل عبد السلام كرمان واخواتها نوار نجم واشراء عبد الفتاح من مصر ومروى الغميان من سوريا وغيرهن كثيرات ليسطرن صفحة جديدة في تاريخ مقارعة الانظمة الاستبدادية في العالم العربي عنوانها توكل واخواتها